إلى المطالب الإسرائيلية خاصة تلك التي جاءت على لساني كاتس بتطبيق القرارات الدولية القرار 1701 و1559 حتى نفهم أكثر هذه القرارات متابعها في هذا العرض قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن طالبت بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وباحترام سيادة لبنان بقيت لعقود رهن المصالح الإسرائيلية فهي إما لم تطبق من الجانب الإسرائيلي كاملا وإما أن تطبيقها أخذ سنوات طويلة أو انقلبت عليها إسرائيل في لحظات كانت تظهر فيها قواتها العسكرية لفرض معادلات جديدة إذن القرار رقم 425 من أهم قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع اللبنانية الإسرائيلية القاضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وقد صدر القرار عقب اشتياح إسرائيل لبنان عام 1978 واحتلالها أجزاء من الجنوب اللبناني فيما عرف بعملية الليطاني إلا أن الانسحاب جاء بعد مروري 22 عاما من صدور القرار 425 وعقب عمليات عسكرية كانت إسرائيل قد شنتها لتغيير المعادلات منها الشياح لبنان وصولا إلى عاصمته بيروت عام 1982 وأذن عملية عنقيد الغضب عام 1996 التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحة في أغسطس من عام 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الداعي إلى وقف كامل للعمليات العسكرية ووضع نهاية لحرب يوليو بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوما أنذاك طالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية وسحب قواتها كميلة من جنوب لبنان كذلك طالب حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته على تل أبيب ودعا القرار الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفال وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق عاد القرار رقم 1701 إلى الواجهة من جديد مع بدء التوترات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله الذي أعلن عن فتح جبهة إسناد لغزة ووضعت إسرائيل هدفا لاعتداءاتها على لبنان وهو إعادة سكان الشمال وذلك بفرض انسحاب حزب الله إلى شمال خط الليطاني تنفيذا للقرار الدولي 1701 ولكن الخطاب الإسرائيلي تبدل بعد توجيه ضربات قاسية لحزب الله من ضمنها اغتيال أمينه العام حسن مصر الله إذ دخلت على خط التجاذبات اللبنانية ورفعت على لسان وزير خارجياتها السقف مطالبة بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه وتطبيق القرارات الدولية كاملة في إشارة إلى القرار 1559 الداعي إلى سحب سلاح الميليشيات وبسط سيطرة حكومة لبنان على الأراضي اللبنانية كاملة حتى نفهم أكثر تنضم إلينا الآن من بيروت الحقوقية والمحامية سيدة أهلا بك معنا اللافت هنا أن إسرائيل التي لديها تاريخ طويل وحافل بالتملص من القرارات والقوانين الدولية الآن تطالب وعبر وزير خارجياتها كاتس الذي طالب عدد كبير من الدول بتطبيق القرارات الدولية كيف نفهم هذا؟ الحقيقة أن القرار 1701 يحمي الحدود الإسرائيلية حدود الفلسطينية المحتلة لأنه بكل بساطة الجانب الأهم منه طبعا إضافة إلى توقف العمليات العسكرية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي الجانب الأهم منه تركز كان على إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية والتزامه بما يعرف بالخط الأزرق وهو الخط الذي وضعته الأمم المتحدة كذلك في قرار أعقب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب في العام 2000 وهو يمتد على نحو 120 كم على امتداد الحدود البرية ويصل عمقه مرات إلى نحو 200 كم مش متأكد كده صراحة عمقه يصل إلى حدود الليطاني ولكنه يتغير العمق بتغير المناطق الحدودية ولا يشمل فيما يشمل هذا الخط الأراضي المحتلة من مزارع شبعة إنما ترك موضوع هذه الأراضي إلى اتفاق آخر يضعه لبنان مع إسرائيل وطبعا هكذا اتفاق لم يزل معلقا على إجراءات بدأها الأمين العام السابق لأمم المتحدة وامتنعت سوريا عن التعاون معها لجهة الترسيم الحدود البري سبعتاش سفر واحد يدعو أيضا إلى تطبيق الخمسة خمسة تسعة الذي ينص على صحب سلاح الميليشيات المقصود بذلك سلاح حزب الله لماذا أو ماذا نفهم من هذه المفارقة المطالبة بالتطبيق هذه القرارات في الوقت الذي تعبر فيه إسرائيل عن نشوة بتحقيق إنجازات حالية داخل لبنان إسرائيل تحاول أن تظهر بأنها تطبق القانون الدولي طبعا حينما يناسبها تطبق القانون الدولي وحينما لا يناسبها ترتكب إبادة جماعية ولكن تحاول أن تظهر أن العمليات العسكرية المتقدمة والخطيرة التي قامت بها على مدى الأسبوع الماضي وليست خطيرة فقط لجهة الإنجازات العسكرية التي حققتها بوجه حزب الله ولكنها خطيرة لجهة جرائم الحرب التي ارتكبت في إطار هذه العمليات في مناطق مختلفة من لبنان وبحق عدد كبير من المدنيين فهي تحاول أن تظهر أن هذه العمليات العسكرية إنما تصب إلى تطبيق القانون الدولي وتحديدا إلى تنفيذ القرار 1701 الذي ينص على احترام الجانبين اللبناني والإسرائيلي للخط الأزرق كما ذكرت ومنع أي وجود عسكري مسلح على الحدود اللبنانية مع إسرائيل باستثناء الوجود الخاص بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وهو ما عاجزت أو امتنعت الحكومة اللبنانية أو لم تقدر على فعله منذ صدور هذا القرار برغم أن القرار حظي بموافقة الحكومة اللبنانية بالإجماع آنذاك ولذلك فإن إسرائيل ربما تحاول أن تؤطر قانونيا تقدمها عسكريا في لبنان بتنفيذ هذا القرار كما ظهر بأنه أيضا مستحسن من الجانب اللبناني بما أعلن عنه رئيس الحكومة تنفيذ العمل النجيب ميآتي بخلال يومين الأخيرين بأنهم مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب وبالتالي يظهر وكأن هذا القرار هو ملاذ للجانبين من أجل وضع حد للعملية العسكرية الحالية ميقاتي أعلن ذلك صراحة طلب بها كذلك جوزيف بوريل حتى قوات اليونيفال طالبت بتطبيق هذه القرارات الدولية من وجهة نظر قانونية وحقوقية ومن وجهة نظر ما يفرضه الميدان حاليا مصلحة من تخدم هذه القرارات؟ القرار ألف سميع واحد في الوقت الحالي يحمي المدنيين خصوصا في لبنان إذا نظرنا إلى الأرقام في الأقل الأسبوع القليل الماضية وقاررنا الأرقام بين الجانب اللبناني وجانب الإسرائيلي من الواضح أن الأضرار البشرية المدنية وكذلك غير البشرية هي في لبنان أضعافها في إسرائيل وهذا أيضا يقترن بالتقدم العسكري الاستثنائي الذي حققته للأسف إسرائيل في الأسبوع الماضي والذي لم تختتمه بقتل الأمين العام لحزب الله وهي تستمر على ما يبدو باختيال قيادات كثيرة أخرى ليس فقط في حزب الله ولكن في المجموعات المسلحة المقاومة التي تقول أنها انخرطت بعمليات عسكرية ضد مستوطنيها وبتالي فإن هذا الاتفاق أو هذا القرار إذا ما نفذ اليوم هو يضع حد لجرائم الحرب التي تتكبها إسرائيل خصوصا بحق اللبنانيين من دون أن تقوم أي دولة أو أي منظومة سياسية دولية بإيقافها خصوصا أن إسرائيل تعتبر أنها بحسب تصريح مسؤوليها حققت جزءا كبيرا من أهدافها سياسية لجهة إضعاف حزب الله وردعه عن الاستمرار في إطلاق النار على أراضيها ولكن من جهة أخرى فهذا التفاق قرار أيضا طبعا يحمي المدنيين أو الاستقرار خصوصا في إسرائيل ويضمن للحكومة الإسرائيلية أن تلبي وعدها لمستوطنيها بإعادتهم أمينين إلى الأراضي المحتلة في الجليل والمناطق الشمالية الحدودية مع لبنان الحقوقية والمحامية ديالة أشحادة شكرا جزيلا لك أنت معنا من بيروت نواصل مشاهدين